سلحارت فلو سؤالا آخر يقول فيه إلى ماذا يشير قوله تعالى إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قوله نعم حينما عاد موسى عليه السلام ووجد أن طائفة من بني إسرائيل استجابت للسامري في عبادتها للعجل عاتب موسى عليه السلام أخاه هارون عليه السلام عتابا شديدا فاحتج هارون عليه السلام لموقفه ببيان أن مصلحة راجحة منعته من أن يتبع موسى عليه السلام واختلفه فالآية قالت ما منعك ألا تتبعني هل المقصود أن يلحق بموسى ومن كان معه فيلحق بالمؤمنين الذين ظلوا على إيمانهم من بني إسرائيل ويتبع موسى عليه السلام أو المقصود أن يتبعه في الحزم والشدة والإغلال وهذه تدعو إلى مقاتلة من كفر بالله تعالى حين عبد العجل لكن الذي نفهمه أيضا في قول هارون عليه السلام إن القوم استضعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بها لعدها أنه حاول أن ينهاهم عن المنكر وأن يغلض عليهم واستعان بمن بقي معه من المؤمنين على هؤلاء الذين ظلوا لكنهم كانوا من القوة والكثرة بحيث إنهم رأى أنهم يمكنوا أن يتغلبوا عليهم وكانوا يقتلونني يعني يصل الحال إلى أن يفتكوا به ويتفرق بذلك بني إسرائيل ولا يبقى لأهل الإيمان بقية فانتظر إلى أن يتقوى بأخيه موسى عليه السلام ويعلم منزلة موسى عليه السلام عندهم ومن كان معه أيضا فيكون لهم بعد ذلك الموقف فهذا الذي تشير إليه بعض المفسرين بالغ في بيان أن ترجيح هارون عليه السلام لمصلحة أكبر رآها وهي حفظ وحدة بني إسرائيل واجتماعهم في مكان واحد إلى أن يأتي موسى خطأه في هذا ولا ينبغي في مقام هارون أن يقال بأن ذلك كان منه خطأ لأن آية آية إن القوم استضعفوني بيّنت ما كان عليه الحال بين هارون عليه السلام و هؤلاء الذين ضلوا فإذا كان السائد يشير إلى أن المصالح العليا تقدم نعم صحيح أنها تقدم لكنها لا تقدم على العقيدة لكن حفظ العقيدة والإيمان يحتاج إلى حكمة وإلى حسن تدبير ويحتاج إلى نظر إلى العواقب وهذا ما فعله هارون عليه السلام فقد نظر بعين البصير الحكيم في المآلات والعواقب ورأى أن رد هؤلاء إلى الإيمان بوجود موسى عليه السلام أكثر تأثيرا وأدعى لاستجابتهم و لإطفاء هذه الفتنة من أن يدخل معهم في سجال يفضي إلى مقتله عليه السلام والله تعالى هذا ما يتعلق بالمحافظة على وحدة الجماعة في مثل هذه الظروف التي تفضلتم بذكرها و قضية الربط بين الآيتين ربط رائع جدا لأنه يعطي صورة متكاملة للقصة إنما تبقى مسألة أخرى وهي في المقابل تشتغل في المقابل وهو رغبة مجموعة أيضا من المسلمين و ينطلق في ذلك من قواعد أن الأمة الإسلامية لا بد أن تخوض صراعا حتى ولو بقي منها الثلث و أن هذه المجتمعات إذا ما أبيدت للمحافظة على المجموعات التي يمكن أن تستمر منها الأمة الإسلامية لاحقا في قوة أكبر إنما هو من الإسلام أيضا من قصد الدين هؤلاء أبعد النجعة و أباحوا دماء المسلمين لم يقتصر الأمر على حفظ وحدة المسلمين بل أجازوا أن يعدوا بعض المسلمين على بعضهم الآخر قتلا و فتكا زعما بأن ذلك يمكن ولو وصل الحال إلى بقاء الثلث بأن في ذلك نصرة للحق هذا لا مستند عليه البتة ربنا تبارك و تعالى جعل قتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا كما قال في كتابه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا نعم و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في جملة الروايات بل في أحاديث صحيحة بيّن أن دم المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه و ماله و عرضه و بيّن أن كلمة التوحيد عاصمة للمرء من القتل إلا بحقها أن يأتي ما يوجب القتل عقوبة من ولي الأمر الشرعي نعم و في بعض الروايات التي حسنها أيضا طائفة من المحدثين بيّن رسول الله صلى الله عليه و سلم أن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة الشريفة فكل هذه الأدلة المجتمعة تجعل من مثل هذا القول قولا ضعيفا ما قيل إلا لتسويق قتل المتغلّ عدوى أو عدوان المتغلبين من الجبابرة الظالمين على بني الإسلام لتثبيت استبدالهم و قهرهم و ملكهم بالسيف و إلا لا مستنل لذلك أبدا والله المستعان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر